اكرم بنتناقش دلوقتي في شكل جديد اعلن عنه النائب احمد دياب رئيس ربطة الاندية للدوري المصري الممتاز والحقق سبحان الله كنت اسا من 3 يام بتكلم معاكم في النقطة دي لان النقطة دي لابد منها حل لابد منه فكرة ان انت تغير شكل المسابقة علشان انت اللي عدت 3 سنين تحاول انك تعمله وتنزل شهر ولا 15 يوم ترجع لورا عشان تظبط جدولك باز السنة دي تاني وبقى قدامك حل واحد بس اما انك تقلل عدد اندية الدوري او انك تغير شكل مسابقة الدوري والحل التاني ده بينقسم لشقين اما تقسيم البطوضة الى مجموعتين ده حل مرفوض تسويقيا والتاني هو اللي بتعمل في دوري المحترفين اهلا وسهلا بيك مرة تانية كابتان اكرم اهلا بيك شكل الدوري اعلن النائب احمد دياب دلوقتي انه هيبقى شبه دوري المحترفين اللي تحت 18 نادي بيلعبوا دور واحد بس ثم بعد ما يلعبوا مع بعض دور واحد الدوري بيتقسم 10 بينفسه على الصعود على الفوز باللقب 8 بينفسه من اجل البقاء وبالتالي بتقل عدد الماتشات وبيوفر شهرين فتزبط مسابقتك ايه رأيك بس انا رأيي الاول ان احنا نحط سيستم لمستقبلنا الاول عشان احنا اللي فاد ده كله كل ده بسبب ان احنا بنعمل حسابات وبنجامل مجاملات وبنقعد نرجع تاني نرجع نقول مش هينفع نعمل كذا ومش هينفع نعمل كذا انا دلوقتي انا هحط سيستم انا بعد سنة او بعد اتنين هيبقى تدوي شكل الدوري بتاعي منتظم بالشكل الفلاني ايوا 16 فريق للدور الممتاز 18 للمحترفين 3 مجموعات للتحت المحترفين 3 مجموعات في 16 اللي تحتها 9 مجموعات في 16 وبعد كده 27 في 16 او في 12 او في 14 ويطلع الاوائل على طول مباشر ويهبط الاواخر مباشر ويمشي السيستم على طول انت مركز معي مركز معي مش عايز اعود بقى كل شوية اصلا فيه دور الترقي وفيه دور فرقة تفضل تكافح مش كل سنة بيتغير حاجة بيتفصل لو هنقولها باللغة وفصلنا كل شي نعم يعني احنا بنقعد نفصل وبنقعد ناخد بنحط اعتبارات وبنشوف ده بحتاج ايه وبعدين ده زعلان بنراضيه وده زعلان بنراضيه مفيش كده في الكرة جميع انا بحط سيستم ويمشي على الجميع يمشي على كل على الكبير وعلى الصغير انا بحط انا بحط انا عاوز عاوز اوصل لستاشر فريق خلاص ممكن اعمل موسم استثنائي موسم انتقالي بعد كده اثبت اثبت شكل الدور تمام ستاشر تمام طمانتاشر واحد ستاشر واحد طمانتاشر تلاتة ستاشر ايوه تسعة ستاشر ايوه سبعة وعشرين زي ما يطلعوا بقى محافظات اه هيبقى كل اللي هو درجة الرابعة او الخمسة اه واللي يطلع اول كل مجموعة مجموعة بينزل مكانهم الدور الممتاز بينزل تلاتة بيصعد مكانه تلاتة من المحترفين مضبوط دور المحترفين بينزل منه تلاتة وبيصعد مكانه تلاتة من التلات مجموعات اه التسعة اوائل بيطلعوا وتلاتة من هنا بينزلوا تلاتة ايوه تلاتة من التلات مجموعات ويصعد مكانهم تسعة اه يبقى انا عندي سيستم اه شغال اوتوماتيك يفضل عشر عشرين سنة لو لو استحدث نظام احسن وافضل اه يبقى مفيش فيه اه فلان وفيه علان. يبقى انا انا دلوقتي يبقى انا عندي انا كمدرب انا كمدرب محنا دلوقتي بنتكلم الفرق ليه مش اه واللعابة ليه مش كويسة والمدربين مش محاق النتائج وكزا لان انا معرفش هبدأ امتى. اي. انا الدوري بيبدأ اه بابدأ فترة الاعداد وانا مش عارف هبدأ الدوري امتى. مظبوط. وبعدين قبل الدوري باسبوع اه او باسبوعين يقولك الدور هيبدأ اه يوم اه تلاتين اه تسعة او تلاتين عشرة او واحد حداشر او مش عارف نص حداشر مش كده. طيب هاشرح لحضراتكم حاجة ان قط اللي بيتكلم فيها كابتن اكرم دي مهمة جدا. لكن اه اكيد فيه سؤالين بيطرحان دلوقتي. اولا هل الفكرة دي طرحت قبل كده نعم ورفضت قبل كده وقالك الاندية رفضت وده لغاية السنة اللي فاتت كان بيطرح. اه سبب الرفض كانت الاندية بتقولك لا انا عقبال ما بدخل في المود بتاع البطولة هلاقي ان الدور الاول خلص. فبالتالي انا بعد ما بنافس وفرصة ان انا ابقى في الدوري لمدة 34 جولة فاجأة بتتحول لدور واحد وشكرا انت بتلعب من اجل البقاء. فالاندية اعتردت. رقم اتنين في بعض الاندية سألت وقتها وده الاعتراض اللي حصل ما بين حتى اهلي وزمالك كانوا طرفين في القصة دي. الاهلي يقول لك انت لما تدخل الدور التاني اللي هو لما بعد ما يبقى فيه صعوب تتويج وهبوط تطلع بنقاطك. وزمالك ساعتها قال لا نبدأ دورة جديدة. فحصل الخلاف ده وما تكملش. ايه بقى الوضع الراهن؟ الوضع الراهن انك هتصعد بنقاطك. تبدأ المرحلة التانية من الدوري بالنقاط نفسها اللي انت جمعتها من الدور الاولي. هتسألني سؤال دور واحد هتلعب على ارض مين فيهم؟ لا بتتعمل قرعة لدي سهلة ما فيش مشكلة. قرعة من اول الموسم يتحدد الماتشات ويتحدد الملعب اللي هتلاقي عليها. يعني انا انا هبدأ مثلا هبدأ بالاسماعيل برا بابدأ الماتش التاني في ملعبي. بابدأ مثلا بطلع البلدية بيرجع لي احادي زي اي. بشكل طبيعي قرعة بتتعمل. لكن الدور التاني بقى بياخد اللي بيتقسم الاربع العشرة الاوائل بيرجع نعمل قرعة تاني. تمام. حتى ليه لان انا ممكن الفرق اللي انا طلعت لها كلها برا هي اللي تبقى معايا فوق. اه مظبوط. فارجع اطلع لهم تاني ولا دخل لهم تاني. فاي اللي يحصل بقى قرعة تانية. ايه قرعة تانية. ممكن في المرتين اتلعبهم على ملعب. اطلع نفس الفرق مرتين. اه. في سؤال تاني عن المؤجلات. طب افرد انت دلوقتي بقيت ملزم بان الدور الاول هيخلص في وقت معين عشان تبدأ مرحلة الصعود. مرحلة الفوز باللقب. هتعمل ايه في مؤجلات ممكن تطلع لك تاني للأهلي بمشاركاته المختلفة سواء من المنديال. اه سواء ببطولات قرية الاهلي يكمل فيها او محتمل زمالك او دلوقتي. اهلي مثلا لعب سبع ماتشات ان بي لعب اربعتاشر ماتش. انت تكلم في فارق ضعف ماتشات. ده هيتحل ازاي? بس انا وجهة نظري. ده. اه. تتعامل اه مجموعتين. مجموعتين مرفوض قوي القرار ده. انا ما عنديش حل تاني. اه. لان ما هو مرفوض برضو ان انا لعب دور واحد. بس ده على الاقل بيضمن لك ان مثلا ماتشين اهلي وزمالك. لانه اكيد الاهلي والزمالك هيبو في العشرة الاوائل في الدور الاولاني. فبتسويقيا وجماهيريا كسبان اهلي وزمالك. حلعب المجموعتين. ها. واخد الاربعة الاوائل.